رأيك في أبو جبل أبو جبل والإشعاعات اللي طالع دلوقتي أنه هيروح النصر السعودي وكلام كتر طبعا على عقده بينتهي فطبعا طبيعي في الطفرة اللي عملها في حياته القروية بعد كاس الأم هايجي له عروض كتيرة جدا بس يا كابتن خالد لازم نادي الزمالك يعي حاجة إن البطولة مش كورة مش ملعب بس التلازل بيبقى عندك يعني صوت إعلامي لأن حتى على مستوى الدول النهاردة بقيت يعني حروب الجيل الرابع والخمس بإشعة تبهدل الدرياء فبالتالي نادي الزمالك لازم يكون على وعي بهذا الأمر انت بمكن إيه تتكلم على أبو جبل ده رافضي جدد رايح نادي معرفش إيه في السعودية ده عايز عشرة مليون الجماهير تغضب تهاجمه انتهى أبو جبل فلازم الإدارة تعي هذا الأمر ولازم جبالي الزمالك تعي هذا الأمر إن الجماهير دورها للمساندة لازم تساند ما انقلبش على اللاعب بتاعي أبدا يعني ليه؟ لإنه لما أنا هاجي عليه هو هينهار انهار خلص فريق أجبع فالجماهير لا يجب عليها إلا المساندة فأبو جبل يعني بالحسابات يعني أنا كنت لسه سامع مدرب جزر القمر لما بقولوا له مين العيبة اللي عجبتك في منتخب مصر فقال أبو جبل وقال زيزو يعني اختار وانت عندك كمان انت عندك فيه لعيبة مثلا زي الوينش وفتوح في القوام الأساسي للمنتخب من ضمن عشرين اسم تم اختياره بالفرق الاحتياطي فرق الاحتياطي عشرين اسم منهم أبو الوينش وأحمد ابو الفتوح يعني طبعا من حسن الحظ إنك انت عندك لعيبة في النادي الزمالكية من أعمدة المنتخب وابو جبل يعني مفيش حد بيتقلق كده يعني ما شاء الله عليه تقلق غير عادي غير عادي بس ده يؤكد إنه هو يعني معدنه متميز وإنه عنده ثقة في نفسه مش تقلق صدفة بالظبط آه مش بالصدفة لأنه من العيبة اللي بتتحمل الضغوط وإنه خد فرصته متأخر هو نجح في يعني على مستوى المباراة في التعاول مع الهجمات نجح في ضربات الترجيح عنده ثبات فعالة فهو أبو جبل يعني برضو من الشيء اللي بيقسفني إن بدأوا يقرنوا ما بينه وما بين الشيء اللي صحيح؟ وده مش مطلوب يعني المفروض إحنا عندنا مباراة مع السنغة المباراتين فالمفروض كلنا يعني ضميرنا المهني يحتم علينا ألا ننصاق ورا هذي الأمور صحيح يعني إنه يعني دايما بتتاخد على إن ده زملكوي وده أهلاوي وإن وده في حتة تانية وده في حتة تالية يعني اللي مش مفروض نتكلم في الموضوع ده مش مطلوب في هزا الوعد آه لأن اتنين حراس كبار ترجمة نانسي قنقر